أهلاً وسهلاً على كل حبايبي يا رب دايماً يكون الجميع بقى الفصاحة وخير تعالوا بقى نشوف النهاردة موضوع فيديو النهاردة هيتكلم عن إيه بالصور ما تم ضبطه بشائعة مريم خطفة الدمام تعالوا نعرف بقية تفاصيل الموضوع ده وإيه اللي حصل بالضبط نشر حساب السكور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والمتخصص بمتابعة قضية المتهمة باختطاف الأطفال مريم في المملكة العربية السعودية عدداً من الصور ذكر أنها من أعمال السحر الذي ضبطها رجال الأبن في شائعة المتهمة كما ذكر الحساب أنه تم التعرف على أكثر من عمل وإبطاله فيما أظهرت الصور تلاصم وصور الأشخاص تم تضليل هويتهم يبدو أنه جرى سحرهم وكانت الصحفية في صحيفة مكة المحلية سحر أبوها شاهين قد أوردت في وقت سابق معلومات عن العصور على العديد من الأعمال السحرية وصور أشخاص بعضها عليها أقفال وإحدى الصور لفتاة محجبة من جميلة الوجه يبدو منها أن مريم قامت بعمل سحري للإدرار بها والعديد من الأعمال السحرية التي تستهدف أزا الناس كما أكدت في تغريدة لاحقة أن عدد الذين تم القبض عليهم حتى الآن بلأ أكثر من 11 شخص وذلك بعد أن تم القبض على سلطانة شريكة مريم وصديقتها والتي دابت على ممارسة الخطف معها وتدريب خطفات أخريات أيضا كما تم القبض على قريبة لمريم تبلغ 37 سنة من العمر تقيم خارج الدماب وعلى إحدى النساء التي اشترينا طفلا مخطوفا من مريم وتعتبر قضية خطفة الأطفال مريم إحدى أبرز القضايا المسيرة للجدل التي عرفتها المملكة العربية السعودية والتي بدأت بواقعات الشك بنسب شابين حضرت مريم لاستخراج أوراق سجوتية لهم لتفتح الباب على مسرعية لحوادث اختطاف كثيرة ومقاسي عشرات العائلات طبعا يا حبيبي والكشف الست ديت يعني أن هي كتخطفة شابين ولدين شابين يعني ورح تستخرج لهم أوراق تثبت أنهم دولت الشابين دولت تعيالها تقريبا أو حاجة زي كده فطبعا للشرطة الأمن السعودي يعني هي شك فيها فهما يعني جابوا خط سيرة للمكان داوت يعني وزي ما عنا شوفنا كده يا حبيبي القضية ديت بصراحة أثرت جدل وسع جدا على موقع التواصل الاجتماعي وديت برجع عشان تاخدوا بالك وتاخدوا حزارك وأن في ناس كتيرها مش كويسين خاصة الناس اللي بتخطف يعني الأطفال وكده كمان التوب الشرعي كمان في الأمن بتاع السعودية أكد أن السعيدة دي أصلا من العقيمة يعني متخلفش ولا حاجة ترجمة نانسي قنقر